اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الحقد والحسد من بعض الاشخاص وحيانا تدل على الدخول في دقام الدية وحيانا تدل على بشاكل عاطفية لكن دعونا ندخل في التفصيل رؤية شخص يخدشني احيانا هذه الرؤية تدل على الحالة النفسية السيئة للرأي ومع شديد الاسف او ربما تدل هذه الرؤية على عدم المسامحة لبعض الاشخاص التي اساءت لي في الحقيقة اننا مش مسمح من جوايا فبشوفه يخدشني في المنام اما رؤية الشخص انه يخدش نفسه هذه الرؤية للأسف تدل على انه سوف يؤذي نفسه يؤذي نفسه بقى في بدنه في صحته في ماله ايا كان رؤية الخدش مثلا ولكن مع عدم نزول الدم بدون نزول الدم رؤية محمودة جدا فهذه الرؤية على حسب حالة الرأي ولكنها تدل على قدوم الخير ان شاء الله رؤية البنت العزباء لرجل يخدش نفسه هذه الرؤية تدل على مشاكل مع بعض الاصدقاء او الصديقات او حتى شريك حياتها رؤية جرح اليدين او جرح الاصابع هذه الرؤية تدل على كثرة الانفاق بدون اتزان فانت شخص تضع مالك في غير موضعه انت يعني بتبزل الاموال وحيانا هذه الرؤية تدل على خسارة اموال الخدش في الوجه للأسف الشديد قد تدل على مكروه سيأتيك من احد الاصدقاء او الاقارب وحيانا رؤية الخدش في الوجه تدل على وجود بعض الاشخاص الذين يخوضون في سمعتك او في عرضك ومع شديد الاسف انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته